الفرض رقم واحد الدورة الثانية مادة اللغة الفرنسية المساوى الربع ابتدأي контрول numéro 1 la deuxième semestre la matière de la langue française niveau de la quatrième année d'enseignement primaire الدورة الثانية الدورة الثانية activité de lecture النشيطات القراءة الدورة الثانية 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 الاستراحة الاستراحة الاستاد امر التناميد باش يبقوا في القسم ديالهم وباش يسمعوا الزامي ديالهم الصادق ديالهم بدر سو دغني باس ديفون بدر فا تقدم الامام مثل القدم عن الصبورة ميشيغ زامي ايضا فا والتي يتكلم معا الزملاء دياله التناميد قاليهم ميشيغ زامي اصدقائي الاعزاء نوتر صن تاتään فيه يتأكي 멍�니 أن سحدياننا رواحد 2015 حقيقي لما cornersة الأرض حقة نيد هذه الفترة التناميز تسفين الاستراحة اي؟ إذن الأطباء تنصحونا باش نمارسو الرياضة و باش نتغده ونأخدو واحد رجيم غدائي واحد ندام غدائي لي هو صحي إذن بنسبة لسؤال الأول لقمع كسين كيف يتغدو ما هو صحي إذن تلبوم النافس السؤال الأول لقمع كسين هو الروح نوان ديالهد النص إذن خاصنا لنأتو الروح نوان ديالهد النص إذن بنسبة لقمع كسين هو الروح نوان ديالهد النص إذن بنسبة لقمع كسين هو الروح نوان ديالهد النص إذن رج Lee غدئ نودي هو الروح نگارهد الديالهد النص إذن نوان ديالهد النص فهو الونج الوذي könntenز الحقيقي إذن رجله نودي هو الروح نوع سيكون الروح نوان ديالهد النص ننتقل للسؤال الرقم إثنان إذا نطلبو مننا السؤال الثاني قالوا لنا شنا هو الكاتب ديال هاد النص إذا نشكو اللي كتب هاد النص اللي قالينا جواب السؤال الرقم إثنان إذا ما هو كاتب هاد النص إذا نشكو اللي كتب هاد النص فعنا في آخر نص فعنا اللي كتب النص هو محمد صنحي إذا محمد صنحي هو الكاتب ديال هاد النص إذا نحن ندعو كتب جواب لأترى محمد صنحي إذا الكاتب فهو محمد صنحي إذا ننتقل للسؤال الرقم إثنان ننتقل للسؤال الرقم إثنان إذا نطلبو مننا السؤال الرقم إثنان إذا ننتقل للسؤال 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 الرقم إثنان إذن الجواب الشخصيات ديال هاد النص فهما لمادر اللي هو الأستاذ ثم بدر ثم لزالب اللي هما التلاميذ إذن عنا ثلاثة ديال الشخصيات فهاد النص عنا لأستاذ اللي هو لمادر وعنا بدر وعنا لزالب التلاميذ دانك هم باسا الى قاترين كيستيون ننتقل السؤال أقم أربعة ننتقل السؤال أقم أربعة باش نجاوبو بصحيح أو خطأ بوضع علامة X على الخانة المناسبة إذن عنا أربعة ديال الخيارات عنا الخيار الأول أ إذن الصحة فهي واحد الكنز حقيقي إذن واش فغي صحيح أو لا فو خطأ ثم الخيار الثاني عنا ب إذن واش فغي صحيح أو لا فو خطأ ثم الخيار الثالث عنا C إذن واش فغي صحيح أو لا فو خطأ ثم الخيار الأولي ثم الخيار الأولي ديال الخيار الأولي جواب السؤال الرقم أربعة ريبان بار vrai أو فو أو ميتان إنكروة X دون لكاز دوني إذن طلبو من نفس سؤال الرقم أربعة باش نجاوبو بصحيح أو خطأ بوضع العلامة X على الخانة المناسبة إذن بالنسبة للخيار الأول عنا أ إذن الصحة فهي واحد الكنز حقيقي إذن طبيعة الحال فهذا خيار صحيح إذن نضع صحيح إذن نضع علامة X على صحيح لأن الصحة فهي بطبيعة الحال فهي واحد الكنز كبير وكنز حقيقي ثم الخيار الثاني أفخص B إذن الأطباء ينصحوننا بالأكل كثيرا إذن الأطباء ينصحونا باش ناكلوا بزاف إذن بطبيعة الحال فهذا الخيار فهو خيار خاطئ علاش لأن بالعكس الأطباء فتنصحونا دائما باش ناكلوا بشكل متوازن وصحي إذن فهذا الخيار فهو خيار خاطئ إذن نضع فو إذن نضع علامة X على خاطئ على الخيار الثاني اللي هو ثم الخيار الثالث C صحيح بالنسبة الخيار الثالث أفخص C ثم الأفخص D الخيار الرابع لزاليف إيكوت لغ كامغاد أماغ إذن التناميد ينصتون يستمعون لصديقهم زميلهم عمر إذن فهذا الخيار أو هذه العبارة فهي عبارة خاطئة علاش لأن التناميد فتسمعوا الصديق ديالهم بدر ومشي عمر إذن اسميته بدر وليس عمر إذن لزاليف إيكوت لغ كامغاد بدر نو أماغ إذن نضعوا علامة إكس على خطأ بالنسبة العبارة الرابعة لأفخص D لأن التناميد كما قلنا فتسمعوا الزميل ديالهم بدر ومشي عمر إذن فهذا بالنسبة لأفخص A لنضعوا صحيح بالنسبة لأفخص B الزميل ديالهم بدر ستطلغ كامغاد أماغ التناميد ينصيطون لزميلهم عمر فقد نضعوا علامة إكس على فخص خطأ الفرد رقم واحد الدورة التنامية مادة اللغة الفرنسية المستوى الرابع إبتدائي الدورة المشيح الفرما خطأ الع analog Washington قسم لحياة الحويل البواعد سأر سؤال السؤال اذا نطلبو من نفس سؤال الوال باش نكملو الجومل بالفعل فعلا الفعل فعلا بتصريف ديالو في زمن الحاضر اذا نطلب من نفس الوال بفعل فعل فعلا أو بخزون ديالظير زمن الحاضر الآن نعن نربع ديال الخيارات نعن نفذ فاعلا وعن نفذ وعن نفذ إذن في فيزون في يفعلون وعننا في في يفعلوا وعننا في فيت يفعلنا وعننا في في فعلة إذن مطلب مننا هاد الأفعال المصرفة ديل الفعل فعلة باش نصرفها في الأماكن ديلها المناسبة في كل جملة إذن عنا الجملة الأولى كوم أحمد سيكاسي لجنب إذن مي أحمد ترسليه تكسلي الساق ديالو ترسلي الساق ديالو في الرجل ديالو نو نحن وعننا فارغ لكل أميزون المدرسة في المنزل إذن مطلوب مننا نودعو وتدريب وهذا يعني أدريب وعننا في رجل ديالو تنظر وعننا في رجل ديالو إذن مطلوب من المقدار إذن ستاني فاتسانة من فراء الأخ ديالي ثم عندنا فراء انستاج دي بلانجي إذن استاج هو التدريب دي بلانجي هو الغوص الغوص في المياه ثم الجملة التالية لترازم فراز vous أنتم ثم عندنا فراء توجور دائمان بلازير أهو بران إذن ريدا ديال الأباء ديالكم إذن دائمان ريدا ديال الأباء ديالكم ثم الجملة الرابعة الكاترين فراز جو أنا ثم عندنا فراء دي سبور بلازير إذن رياضة باش نتسلق إذن نطلب مننا هذة الفراغات الأربعة نملؤها بالفعل الفعالة مصرف في زمن الحاضر بشكل مناسب إذن تابعا للدامير اللي كان في كل جملة إذن كل جملة فعندنا واحد دامير أم بخانو بخانو فخاصنا نصرف فو لذي سبور فر تابعا لذي سبور الهد دامير الشخصي لذي سبور الفعل دامير دامير لذي سبور فلة تابعا ندعم جوام السؤال الأول كمپلت المطالب تابعا لذي سبور أنت دامير اذا تطلب مننا السؤال الأول مشنك ملؤ الجمل 因为 تصريف الفعل فعلا في زمن الحاضر لذي سبور لذي سبور الدامير إذن عندنا البعض للخيارات أعطونا عندنا فازون لهو نوفازون نحن نفعل ثم عندنا في بمعنى أنا أفعل أو أنت تفعل ثم عندنا فيت بمعنى أنتم تفعلون ثم عندنا الخيار الرابع وهو فيك بمعنى هو يفعل أو هي تفعل أول شيء فبالنسبة لفعل فعل فعل فهو تنتامي المجموعة التالية لتروازيام غروب فعندو رألاف وهو تنتامي المجموعة التالية لتروازيام غروب لفعل فعل وبالنسبة لترمينازون في نهاية المجموعة التالية لتفعل فعل فعندنا د ecc بالنسبة لاجه و ت أنا و أنت أو أنت سنضير فيهم س على فن في النهاية وعندنا ت على فن سنضعها بالنسبة دامير هو أو هي إيل أو أيل دامير الغائب المفرد هو أو هي إيل أو بيان أيل la troisième personne du singulier سنضع فيها ت ثم عندنا سنضعها بالنسبة نو la première personne du pluriel اللي هو نو سنضع فيه ONS إذن دامير المتكلم الجماع نحن سنضع فيه ONS ثم نهاية EZ سنضعها بالنسبة الأنتم vous la deuxième personne du pluriel دامير المخاطب الجماع أنتم سنضع فيه EZ ثم la terminaison ENT نهاية ENT فسنضعها بالنسبة دامير الغائب الجماع دامير الغائب الجماع نهو هم أو هن كوم أحمد سي كاسي لجوم إذن ميحمد أحمد ترسلي الساق ديالو الرجل ديالو الساق ديالو ترسز نهو نحن لأكل ألا ميزون المدرسة بالمنزل إذن هنشن فينا هو الدامير اللي عنا نهو نحن نهو نهو لأكل ميزون ديالو اللي عنا دامير المتكلم الجماع نحن إذن رأينا دفو فسن أفك أونس ألافن فسن إذن نحن نفعلو نو فسن أفك أونس ألافن حتى النهد دامير نحن نهو لأكل ميزون اللي عنا ديالو نهو نهو فسن أفك أونس ألافن إذن كوم أحمد سيكاسي لجنب نو فسن لأكل ألا ميزون إذن ما تهرس أحمد في الساق ديالو فولي نتن نفعلو تنقومو بالمدرسة ديالنا في المنزل إذن ما قاش يقدر أحمد يتنقل لمدرسة باش يقرأ ولا تقرأ في دارهم ثم الجملة الثانية لا دوزيم فخاز سيتاني هذه السنة هذه السنة من فخير الأخ ديالي انستاج ديالو تدريب في الغوص في المياه إذن هنا فينا هو لسيجي إذن دائما خاصنا نشوف لسيجي الفاعل باش نعرفو كيفاش نصرفو لفعب فخ إذن هنا عندنا من فخير اللي هو لسيجي إذن من فخير اللي هو الأخ ديالي هو الفاعل إذن ردنا دفو في في افك تي على ف من فخير في إذن الأخ ديالي يفعلو إذن سيتاني من فخير في تنستاج دي بلانجي إذن الأخ ديالي فاتسانا الأخ ديالي قام بوحد تدريب ديال الغوص ثم الجملة التالية لتخوزيم فخاز عنا و اللي هو أنتم توجور بلزير أفو بار دائما ترضونا الأباء ديالكم إذن هنا فينا هو لسيجي هو 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 لدوزيم برسان دي بلوريال دامير المخاطب الجمع أنتم إذن هو إذن غادي نود فات أفك أس ألا فات توجور بلزير أفو بار إذن أنتم دائما ترضونا أفو إذن أنتم تفعلونا دائما ما يرضي أفو إذن أفو فات توجور بلزير أفو بار ثم الجملة الرابعة لكاتريم فراز أنا أفو أنا أنقولو جو فا أنقولو جو دي سبور إذن نطلبو من نفس سؤال الثاني باش نكملو الجدول ديال الصرف إذن الجدول اللي اعطونا ففيه جوش ديال أقسم نقسم جوش ديال الأقسم القسم الأول فيه ديال نطلبو من نفس افو زمن الحادر الو لعب ديال اللي اعطونا نقسم اللي اعطونا افو لعب افو الآن الكاتباب قدالي خاس نفس فزمن الحادر الو افو لعب ديال ديال لعب donc la réponse de la deuxième question جواب السؤال لقم إثنان complète le tableau de conjugaison أملا الجدول ديال السرف إذن عندنا القسم الأول لذلك البرب دير في القالة نطلب من لنصرفه لذلك البرب دير في الزامن الحادر إذن بالنسبة لذلك البرب دير فهو تنتمي المجموعات تاليتا لذلك البرب دير 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 في الزامن الحادر 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 . . . . . . دامير المخاتب المفرد انت أو انت دامير المخاتب المفرد انت أو انت إذن إلو أل ثانو دفو تالف أبنس با الدامير المتكاليم الجمع نحن la première personne du pluriel نو فتانو دفو لتالعب نز أبنس با la deuxième personne du pluriel دامير المخاطب الجمع أنتوم أو أنتون فتانو دفو لتالعب نز أبنس با la troisième personne du pluriel إل أو بيان أل دامير المخاطب الجمع هم أو هن فتانو دفو لتالعب نز أبنس با إذن هنا عنا أنتوم أو أنتون فتانو دفو أس ألا فا أغنقلو أو بيان أل ديز la première personne du singulier ج دامير المخاطب الجمع المخاطب الجمع فتانو دفو لتالعب نز إس عنا دين گولو ج دي avec إس ألا فا أبنس با نو la première personne du pluriel نو دامير المخاطب الجمع نحنو عنا دفو لتالعب نز أبنس عنا دين گولو نو فعل كتابا تابا قد تابا أغنقلو لتالعب نز أغنقلو لتالعب نز la deuxième personne du pluriel vous دمر المخاطب الجمع أنتم أو أنتونا غدنون دفو أزد على فن غدن غولو vous écrivez avec أزد على فن أنتم تكتوبونا vous écrivez تمام دمر موالي عنا إل أو bien أل la troisième personne du pluriel إل أو bien أل دمر المخاطب الجمع هم أو هن غدنون دفو la terminaison أين ت غدن غولو إل أو bien أل écrivez avec أين ت ألا فن غدن سبا إل أو أل دمر موالي la troisième personne du singulier إل أو أل دمر المخاطب الجمع أو هيا غدنون دفو la terminaison إت ألا فن غدن غولو إل أو bien أل إكري غدن غولو غدن غولو جيكري نحن نكتوبو نوز إكريم ونس آلافا نسبال بدمير لأخور لعننا لي هو تُ أنت أو أنتي la deuxième personne du singulier تُ دمر المخاطب المفرد أنت أو أنتي فأغادنوا دفو لتأمنا زون إس وغادنوا لأ تُ إكري avec إس آلافا أنت أو أنتي تكتوبين أو أنت تكتوب إس آلافا إس آلافا إس آلافا إذا نطلب من نفس سؤال رقم ثلاثا باش نصرفو الأفعال المركبة الموضوع ما بين قوسين في زمن الحاضر لبرزن دو لإندكاتف إذن لعننا بعضي الجمل la première phrase الجمل الأولى سليتي أنديا هذا الصيف الهندي جو أنا ثم عنا فراغ طول المتن كل صباح وعنا حانا لنحن نصرفو هو الفي ثم عنا الجمل التانية وهنا دوزم فراز هل أنت ثم عنا فارغ tout de suite بسرعة ثم عنا الفعل اللي نصرفه هو le verbe سدوشي يغسي لو أو يغتسي لو يغتسي لو إذن نطلب من نصرفه في الزمان الحاضر ثم الجملة التالية ثم عنا فارغ ثم عنا فارغ ثم عنا Labor اللي نصرفه هو يغالبان ثم عنا فارغ زم عنا فارغ ثم عنا ثم عنا ثم عنا عنا فارغ سهدي كل العناف تنقل ا jusم عنا الجملة الرابعة الكاترين فراز إذن الفيالة يعني هما نباتيين تيقلوا النباتات أو الأعشاب إل هم ثم عنا فراغ دي فيجتو النباتات تو ما عنا لفرب سنوريغ يتردد إذن المطلب مننا نصرفو هاد الاربع ديال الفعل في زمن الحادر لفرازن دولندكاتف ألا حسب دامار لعنّا ألا حسب لفرانو پرسوني لعنّا لفرانو 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 كيف يتردد كيف يكتردد كيف يتردددن البرنامينو entre parenthèses au présent de l'indicatif إذن تلبو من نفسو على قمة لاتة باشن صرفو الأفعال المراكبة . البرنامينو الموضوع بينا قوسين في زمن الحادر . . إذن عنا الجوم الأولى . 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 نعم نحاول إلى الجميع كل مصادر ثم كنا نعود في جو's جوcc نحاول في جوال ينام نعود جميع الأمر لدينا جميع الأمر والجو للمساولة الأمر المتكلم المفرد أنا. إذن غادي نصرفو لفرد سپروموني على حسب هاد الدامير اللي عندنا اللي هو ج. في لبرزن دو لإندكاتف زمن الحادر. غادي أعطينا جمي برومن. جمي برومن. أنا أتجوال. دونك سلتي اندين. جمي برومن. تولي ماتين. هذا الصيف الهندي. أنا أتجوال كل صباح. ثم الجملة الثانية. İمعثرة. هل أنتا؟ ثم عنا فارا. تو دسويت ساريا أو بسرع. ثم عنا. لغادي نصرفو هو سدوشي يارتسيلو. إذن عنا دامير هنا في الجملة عنا هو ت ت ت. لا ديزم پرسون دو سنگلیر تو دامیر المخاطب المفرد انتا او انتی ادن غدين صرفو لغرد سدوشي اغتسلو علی حساب هاد دامیر لعندنا لیوه تو غدی عطینا تو ت دوش انتا تغتسلو تو ت دوش انتا تغتسلو غدی نجی لجوم لکل اتی اسکه تو ت دوش تو دسویت هل انتا تغتسلو بسرع ادن فلالحبنا فبنس با لجو فا وضفنا م وبنس با لتو شنو وضفنا ت ادن فلوه برنومنو فدائمن بنس با لجو تانو دفو م وبنس با لتو تانو دفو ت ادن اسکه تو ت دوش تو دسویت هل انتا تغتسلو بسرع ثم جوم لتالیتا هل انتا تغتسلو هل انتا تغتسلو هل انتا تغتسلو السنگلیر ال دامر الغائب المفرد هل انهو ال ادن غدینصرفو البرب سو دي بلاسه ننتا قلو لحسب هالدمر اللي عندنا اللي هو ال غدیعطينا السو دي بلاسه هي تنتا قلو ادن هل انلا لاحضنا هنا فوضفنا س ادن فبنسبة دامر الغائب سوا أن كان في الجمع أو في الموفرد فة سنوضفه س بالنسبة للمرحة التهاجات المركبة إذن عندنا «Elle se déplace souvent avec sa voiture personnelle» هي تتنقل غالبا بصيارتها الشخصية ثم جملة الرابعة La quatrième phrase «Les éléphants sont herbivores» اذا الفيالة هما نباتيين. اذا اكلت العشوب. بتيكلوا العشوب. هم اللي راجعوا اللي زلفوا. هم دو فيجيتو النباتات. اذا اللي مطلب منا هو نوضفو نصرفو لقرب سنغير تغدى على حسب الضامر اللي اللي هو إل. 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 الل هو هم او هن فتنضفو س. اذا جملة كالتالي عنا لزالفان سان تربيبور إل سنوريس دو فيجيتو. الفيال هما عاشبين هم يتردون من الاعشاب او من النباتات. الفرد رقم واحد الدورة التانية مدت اللغة الفرنسية المستوى الرابي ابتده. الفرد رقم واحد الدورة التانية مدت اللغة الفرنسية المستوى الناسية المستوى الناسية المستوى الناسية المستوى الناسية. اضع الكلمات في ترتيبها الصحيح لتكوين جمل صحيح. اذا عنا كلاس هذه اللوائح. عنا تخوى لست بالنسبة اللائحة الاولى. كل اللائحة تتكون من مجموعة الكلمات. مطلب مننا الرتبو هذه الكلمات حيثي عنا كلمات مبعترة. مطلب مننا الرتبوها. كلمات مستوى الناسية المستوى 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 الناسية المست ثم لدينا 1 indeterminant indifini محدد غير معين ثم لائحة الثانية calm هادئ لا indeterminant indifini محدد معين aujourdوي اليوم ماء البحر اي فعل كنا le verbe اتر مصرف لنا la troisième personne du singulier ثم لائحة الثالية la troisième liste الناج لديا le verbe avoir مصرف la première personne du singulier ثم لنا dans في ثم restaurant مطعم hier البارحة manger أكل 1 certain indeterminant indifini محدد غير معين هذه الكلمات المجموعة في هذه الوائح بتليتها نطلب مننا رتبوهم باش ناطيو جمل صحيح هيا لذا réponse 2 la première question de la partie production de l'écrit جواب السؤال الأول من قسم التعبير الكتابي رمي للمو أن أردت في ترتيبها لتكوين جمال لدينا لإحل أولا la première liste سنتي سحا vrai حقيقي لديترمينو ديفيني محدد موين 13h15 بلد ترمي للموء الديفينة محدد موين نحن بحثة لدينا دائما بحثة الزادة ترزور. الصحة كنزون حقيق. لصنطي اتا في ترزور. الصحة كنزون حقيق. إذا لا لحظنا هنا فعلنا لسجي. فهوى في أول جملة. فايل. لصنطي لي هو الصحة. ثم تيس بعو. لفايل. لي هو الفايل. كنع. لفايل. كنع. لفايل. إذا لا صنطي اتا في ترزور. الصحة كنزون حقيق. ثم تيس بحضر الزملة أو لاحظة الزملة. لفايل. لانكالم. هادئ. لانده المحديد من اعيان. اليوم المر البحر يتوقف المتابعة الزمال من المتابعة 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 هنا تتوقف القناة لامر اي كالم او جو دوي البحر هادئ اليوم إذن لا لاحظنا في اللائحة تانية فالسيجي هو في أول الجوم لا لي هو لامر البحر وتي سبعو لذي هو لذي هو لذي هو لذي هادئ في القنا إذن لامر اي كالم او جو دوي البحر هادئ اليوم إذن الإ Roosevelt لذي هو الهي فالللي هو لذيatics فالله نسبة هو لذي هو رقيق ی إذا كان في المرحة ، فهي أغلبك في المرحة. فهي المرحة في المرة الأولى في السميلي جي ، فهي سائل . ثم أجل شخص محكو . ثم الأجل مرحة . أجل . أما هل يجل . محدد غير معين إذن فهذه ترصيب ديالها إذن عندنا جي مانجي دون زا غيستورون إذن البارحة أكلتو في مطعب إذن إيار سيتم ديترمينو تامبوريل المحدد ديال الزمان فهو جاء في أول الجملة إيار البارحة جي مانجي دون زا غيستورون إذن البارحة أكلتو في مطعب إذن دائما كما تلاحظو فهو جاء فهو جاء تيمتلينو لسيجي اللي هو دامير پرنم پرسونل جاء فهو جاء تيمتلينو لسيجي الفاعل ثم تتبعو لفر الفاعل اللي هو لفر بابور إي دائما إذن إيار جي مانجي دانزا رستور البارحة أكلتو في مطعب دانزا 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 نتقل لسؤال رقم اثنان ماتون نقدر لتكست explicative سويفان إذن أضع النص التفسيري التالي في الترتيب ديالو الصحيح إذن عنا هذا النص فأعطاه لنا ما مرتبش الفقارة ديالو ما مرتبش نطلب منا رتبو هاد الفقارة إذن عنا العبارة الأولى عنا ensuite تمي دو لانغري أو دي تخو لجور دو لابلنت إذن من بعد أو ثم تدع السمد في قع الحفرة في يوم الغرس ثم العبارة التانية الغرس تربوش لتخو ان تسسن فورت من الاتر او پي دو الارب إذن وآخيرا تمل الحفرة عن طريق تلتخ الارد بقوة عند سفحي الشجرة ثم العبارة التالية كممت تلتخو 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 الارب في دو جارد تلتخو لعبارة التالية إذن كيفا ستزرع شجرة في حديقة جدكا في البدية ثم العبارة الرابعة دو تلتخو عبارة تلتخو الغاصين. من بعد ستضع الشجرة عن طريق نشر الجو دور جيدا. ستنقل الجو دور مزيان. وتغلص الشجرة في الأرض. الغاصين على الأمر في الثراث المترجم. الثقال الجو دور مزيان بدا يذهبع الانزر الغاصين. وبعض التعامل في الأمر ، سوف يعد البعض العبار العول، ستنقل الجو الأولى. يقول فشي شيرجيك من نشر الجو الأولى. ثم تضع السماد في قاع الحفرة في يوم الزراعة أو في يوم الغرس ثم العبارة تانية ثم تضع السماد في قاع الحفرة في يوم الغرس ثم تضع السماد في ذلك ثم العبارة تانية ثم تضع السماد في قاع الحفرة في الطفل إذن كيف ستزرع شجارة في حديقة جديك في البادية ثم العبارة الرابعة دابور تفضل تفضل دون لسول دو سمين أفضل لبادية إذن بداية ستضع تقبن أو حفرتن في الأرض قبل أسبوعين من الزراعة أو من الغرس ثم العبارة الخامسة أفضل تفضل تقبن أو حفرتن في تقبن أو حفرتن إذن العبارة الخامسة من بعد تضع الشجارة عن طريق نشر الجودور جيدا يتنقية الجودور إذن في عبارة الرابعة ترجمةmilحة للمعدة من زمن colг ايضا هذا هو العبارة الاولى السؤال الاول اللي غاديكون في موضوع فاد نص التفسيري ايضا سيكون كسؤال كمان توا بلانتي النارب دون لجردن دون جردن دون جردن ايضا كيف ستقوم بغرس الشجرة في حديقة جدك في البادية ايضا هذا هو اول عبارة سيكون في هذا النص التفسيري ايضا هي العبارة التالية هتكون هي العبارة الاولى نكتبو رقم واحد بالنسبة للعبارة التالية ثم العبارة التانية دابور تفي انترو دون لسول دو سمان افان لابلانتاسيو ايضا من بعد ستدا توقبن او حفرتن في الارض قبل اوسبوعين من عملية الغرس ثم العبارة التالية ثم العبارة التالية ثم العبارة التالية الغرس ثم العبارة التالية ثم العبارة الرابعة إذن من بعد ستضع الشجرة عن طريق نشر الجودور جيدا هذه العبارة الرابعة ونضع رقم أربعة بالنسبة للعبارة الخامس ثم العبارة الرقم خامسة فيه الأنص التفسيري هناك العبارة التانية ثم العبارة الرابعة ثم تغبب وطريق نشر الجودور بطريق نشر الجودور جيدا سنعبده كرة عديل هاد انستفصيري بتاريقة مرتبة إذن العبرة الأولى كمجنة كما تفصل على الأرض في العالم في القدرة على أنتعطي الكراب وأتعطي قولة دابور تفصل على الأرض للتجمع 2 في المنزل avant la plantation. Ensuite, tu mets de l'engrais au fond du trou le jour de la plantation. Après, tu places l'arbre en étalant bien les racines. Enfin, tu rebouches le trou en tassant fortement la terre au pied de l'arbre. Donc, on passe à la troisième question. Relie chaque image aux expressions données. Donc, on va demander la question 3, afin d'écrire toutes les expressions correctes. Donc, on va voir toutes les expressions. Toutes les expressions en nous les expressions d'écrire la première des expressions de la cuivre par la cuivre de la cuivre par la cuivre par la cuivre par la cuivre par la cuivre العبارة التالية إذن حصاد القمح ثم العبارة الرابعة إذن أذهب إلى المطحنة لطحن الزرع إذن كل عبارة مطلب مننا ربطوها بالصورة الموافقة لها إذن أربط كل صورة بالتعبير ديالها الصحيح إذن بالنسبة للعبارة الأولى فر ديبان أصناع الخبز صناعة الخبز إذن فغاد نوضعها مع ربطوها مع الصورة الثانية صناعة الخبز فر ديبان وغاد نوضعها مع الصورة الثانية ثم العبارة الثانية سمي لغان دوبلي زرع القمح عملية الزرع ديال القمح فغاد نوضعها مع الصورة الثالية إذن غاد نوضعها مع الصورة الثالية ثم العبارة الثالية مواسوني لبلي العملية ديال الحصاد ديال الثالية فعاد نربطوها مع الصورة الرابعة إذن مواسوني لبلي عاد نربطوها مع الصورة الرابعة ثم العبارة الرابعة ألي أمونا بغواي لبلي إذن دهاب إلى المتحانة لطحن الزرع غاد نربطوها مع الصورة الأولى إذن ألي أمونا بغواي لبلي دهاب إلى المتحانة لطحن الزرع غاد نربطوها مع الصورة الأولى الفرد رقم واحد الدورة الثالية مادة اللغة الفرنسية المصوى العربة إبتدأي контроль numéro 1 لفرقم دهاب إلى المتحانة لطحن الزرع للطحن الزرع لحالة اللغة الفرنسية إذن دوزو أسئلة لحالة اللغة لطحن الزرع إذن قسم التراكيب لحالة اللغة الفرنسية سؤال الأول سؤلنى لفراز أسئلة إذن تلبوم نفس سؤال الأول لن نسترع على الجمل التعجبية الجمل اللي فيها التعجب السيغة للتعجب إذن لدينا الجمل الأولى الماء يقالب اليوم إذن البحر هادئ اليوم ثم الثاني فراز الجمل التانية كومم لمر يقالب اليوم يال البحر الهادئ اليوم ثم الجمل التاريطة الثاني فراز تيال البحر الهادئ اليوم ثم الجمل الرابعة لكاترين فراز أتو دلا شانس فوش عندك الحد؟ هل لديك الحد؟ ثم الجملة الخامسة ثم الجملة الخامسة ثم الجملة الخامسة جواب السؤال الأول من قسم التركيب سوليني لفراز أكسكلماتيب إذن سترع للجمل التعجبية ثم الجملة الخامسة ثم الجملة الخامسة الجملة الأولى لأنها جملة إقرارية تقرارية لفراز أفرماتيب ثم الجملة التانية لفراز أكسكلماتيب كم لامار إي كالم أجودوي يال البحر الهادئ اليوم إذن هنا فعلنا لفراز أكسكلماتيب على ما تتعجب في آخر الجملة ثم الجملة تتبدأ بكام ياله إذن هنا فعلنا جملة تعجبية إذن فعلنا هنا سيغاد التعجب سيتين فخاز إكسكلماتيب إذن سترع للجملة الثانية لعندها سيغاد التعجب سيتين فخاز إكسكلماتيب إذن سترع للجملة الثانية ثم الجملة الثالثة لتخوزين فخاز لديك الحد إذن عندك الحد عندك الزهر إذن هنا فعلنا جملة إقرارية تقريرية سيتين فخاز إكسكلماتيب وعليش عندنا واحد النقطة في آخر الجملة إذن فهنا عندنا جملة إقرارية ما عندناش جملة تعجبية ما عندناش إن فخاز إكسكلماتيب وعندنا إن فخاز إذن ما غاليش نستطرع للجملة الثالثة ثم الجملة الرابعة لكاترين فخاز أتو دلا شانس واش عندك الحد واش عندك الزهر إذن هنا فعلنا لبوان دانتروغاسيو عندنا علامة الاستفام في آخر الجملة وعندنا الجملة تتبدأ بأتو واش عندك إذن هنا تساؤل سيتين فخاز إنتروغاتيب إذن مشي إن فخاز إكسكلماتيب إذن مشي ما عندناش نستطرع للتعجب إذن ما غاليش نستطرع للجملة الرابعة لأنها جملة استفهامية وليست جملة تعجبية إذن ننتقلوا الجملة الخامسة لسنكين فخاز كالشانس تيا يا له من حد لديك إذن هنا فعلنا لبوان دكسكلماتيب علامة التعجب في آخر الجملة ثم عندنا الجملة تتبدأ بكال يا له يا له من حد لديك إذن هنا فعلنا جملة اللي ستحمل لنا السيغة ديال التعجب ستين فخاز إكسكلماتيب حتى عندنا علامة التعجب في الآخر وعندنا كال إذن ستطرع للجملة الخامسة إذن الجملة اللي ستطرع لهم هو الجملة الثانية ودوزين فخاز كوم لامار يكالم أجوردوي يا له من بحر هادئ اليوم ثم الجملة الخامسة كالشانس تيا يا له من حد لديك نحن نتقل للمسؤال 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 الثاني باش نوضع العلامة المناسبة فآخر كل جملة إذن عنا علامة السيفان وعنا علامة التعجب ثم عنا علامة التعجب وعنا إذن الجملة اللي اعطونا أعطونا أعطونا إذن فين رادي سمشي فلعوت هذه الجملة الأولى ثم الجملة التعجب ثم الجملة التعجب كالبو كوكياج يا له من قوقع جميلة ثم الجملة التالية وتعلم الثاني هل تتعرف تع cited donc la réponse de la deuxième question جواب السؤال قم إتنان mais le sign qui convient à la fin de chaque phrase un point d'interrogation et un point d'exclamation إذن لدينا السؤال الثاني قل بو مننا باش نودعو العلامة المنسبة في نهاية كل جملة عندنا علامة استفام وعلامة تعجب إذن عندنا الجملة الأولى la première phrase où irais-tu en vacances إذن فين رادي سمشي في العطلة إذن هنا عندنا علامة استفام un point d'interrogation إذن حسنا عندنا جملة استفامية c'est une phrase interrogative إذن رادي نودعو علامة للإستفام في آخر الجملة un point d'interrogation حتى نسول فين غادي تمشي في العطلة ثم الجملة الثانية la deuxième phrase كالبوكو كياج التعجب un point d'interrogation إذن كالبو كوكياج يا له أو يا لها من قبقعة جميلة إذن فنتنتعجب تنقول يا لها من قبقعة جميلة فعجبتني هذه القبقعة وتنتعجب على الجمال ديالها كالبو كوكياج ثم الجملة الثالثة لاتخوزين فراز كلو إفخواد يا له من ماء بارد إذن احتاهنا فعندنا علامة تعجب un point d'exclamation علاش فالجملة فهي تتحمل استيغاد يال التعجب فعندنا كو تتبدأ بكو الجملة يا له وتتنتهي بعلامة تعجب un point d'exclamation إذن كلو إفخواد إذن تنتعجب من هاد الماء اللي هو بارد كلو إفخواد إذن هنضع علامة تعجب un point d'exclamation فآخر الجملة الثالثة ثم الجملة الرابعة ستناجي وشتعرف تعم هل تعرف هل تعرف السباحة إذن هنا فغدا نوضع علامة الاستفهام حسنا فهنا تساؤل فتنسول تنسول وش تتعرف تعوم وش تتعرف السباح إذن هنا جملة استفهامية إذن غدا نوضع علامة الاستفهام آخر الجملة الرابعة un point d'interrogation حسنا جملة استفهامية تتحمل الصيرة ديال الاستفهام لننتقل الثالثة ننتقل للسؤال لقم ثلاثة جملة لقم ثلاثة لقم ثلاثة إذن طلبوا مننا في السؤال لقم ثلاثة لكي نكمل الجملة بأحد الكلمات التالية إذن لدينا كال لهو يا لهو أو يا لها إذن فالفرق بيناتهم دوبة أربعة فعندنا كال لولى ففيها لس فهي في البلوغيال إذن فهي في البلوغيال ماسكولا في الجمع المذكر وكال الثانية ففيها دوزال إذن فهي في البلوغيال في مينا في الجمع المؤنت وكال الثالثة اللي فيها أنسل فهي في المفرد المذكر في السنجولي ماسكولا وكال الرابعة اللي فيها دوزال فهي في الفيميناء سنجولي أي في المؤنت المفرد إذن هذا هو الفرق بينته إذن اللولى فهي في الجمع المذكر ثانية فهي في الجمع المؤنت ثالثة فهي في المفرد المذكر والرابعة فهي في المفرد المؤنت إذن عندنا الجملة الأولى عندنا فراغ وعندنا بالغب توب جميل ثم الجملة الثانية عندنا جوية كلون بهلوان سعيد أو فرح ثم الجملة الثالثة لتخوزين فراز تخيست في فتيات حزينة إذن فتيات اللي هما في حزن حزينة إذن اللي مطلب منا هو نوضف أحد هذه الكلمة باربعة اللي هما كال على حسب الجمل اللي عندنا وعلى حسب اللي سيجي اللي عندنا على حسب الفاعل اللي عندنا فكل جملة جملة إذن أكمل الجمل بأحد الكلمات التالية إذن عندنا كال اللولة فيها الاس على فهي تتعبر على الجمع المذكر للمسكولن pluriel كال التالية لفها دوزل اس فهي تتعبر لنا الجمع المؤمنت لفمنا pluriel كال التالية لفها انسل لفها بارلنا على المذكر المفرد للمسكولن singgulier وكال الرابعة لفها دوزل ا فهي تتعبر لنا المفرد المؤمنت لفمنا singgulier اذا بالنسبة لجملة الاولى لابراميار فراز عنا بالغوب فستان جامل اذا اول حاجة غادين حدو الفاعل لسيجي فهذه الجملة اللي هو غوب فستان بعد ما حدنا لسيجي اللي هو غوب الفاعل فستان غوب فغادين نحدو النوع دياله مثلا نقوله النوع وش هو مدكر اولا مؤمنت شو هو في الجمع بلوريال اولا في المفرد لسانجولي اذا هنا غوب فجاء في المفرد اذا عندنا هنا غوب في المفرد لسانجولي دانك غوب سي تنو فمينة سانجولي اذا تابع اللي دالك عادين نوضفو كال الرابعة لسان نوضفوها بالنسبة المفرد المؤمنت لفمينة سانجولي اذا نوضفو كال اذا نوضفو كال بال غوب ياله من فستان جامل ثم بالنسبة الجملة التانية لدوزين فراز حالنا جوية كلون مهرجون سعاداء او فارحون اذا فينا هو لسيجي فينا هو الفاعل فهذه الجملة هو كلون المهرجون بعدما حددنا لسيجي اللي هو كلون رضي نحدو لجنغ ديالو يعني النوع وش هو مذكر او لا مؤنت في ميناء او بيا مسكولا اذا هنا كلون سنقولو ان كلون ولا لكلون اذا هنا فكلون فهو مذكر يسمى مذكر ستانو مسكولا بعدما حددنا النوع ديالو فغاد نحدو العدد لنمبر اذا وش هو جمع او لا سنجولي مفرد اذا كلون هنا عنا عنا افيك اس الافا اذا فهو في الجمع اذا ستانو او بلوريل اذا كلون فهد الجملة فستانو مسكولا بلوريل تابعا لذلك غدا نوضفو كل اللول اللي فيها الاس الافا اذا غدا نقولو كل جوية كلون يا لهم من مهرج فارح او سعداء ثم الجملة التالية التخوزين فراز عنا تخست في فتيات حزينات اذا فينا هو لسيج في الجملة في نوع الفاعل هو في فتيات بعد ما عرفنا لسيج في الجملة الفاعل في الجملة فغدا ننتقلو النوع ديالو نحدو النوع ديالهاد الفاعل اللي هو في اذا فتنقولو ان في ولا لا في اذا سيطان نو في منا اذا فالنوع ديالو فهو مؤنت سيطان نو في منا مؤنت بالنسبة العدد لنبر هنا في الجملة فجاء في الجمعة اذا سيطان نو بلوريال اذا فالنبر هو بلوريال اذا العدد فهو في الجمعة اذا في فالجملة فجاء النوع في منا بلوريال تابعا لذلك غدا نودفو كال التانية اللي فيها دزال او اس اللي هي اللي سنستعملوها بالنسبة الجمعة المؤنت الفي منا بلوريال اذا نقولو كال تريست في يالهون نمين فتيات حزينت دونك انا ننتقل لكاترين كيستيان سوليني لادجيكتف كاليفيكاتف دو شاك جروب نومينال اذا نطلبو مننا فهد السؤال الرابع باش نستروع ل نعت فكل جملة اسمية اذا عنا ثلاثة الجملة اسمية ونطلب مننا نستروع ل نعت لادجيكتف كاليفيكاتف فهد الجملة اذا عنا الجملة الاولى لأبرا مر فواكه نادجة دين فواكه ليه طايبة ثم الجملة التانية لأدجيكاتف لأدجيكاتف اللانج برماناد جولة طاولة أو نوزها طاولة ثم الجملة التالية لأدجيكاتف 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 ست بلانت ماجستيوز هذه النبتة عظيمة اذا نطلب مننا فهد الجملة بتلاتة نحدو النعت ونستروع لي لأدجيكتف كاليفيكاتف خاصنا ندعو عليه واحد السطر دانك لأدجيكاتف 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 جواب السؤال رقم أربعة سوليني الادجيكتف كاليفيكاتف دي شاك جروب نومينال اذا نستروع للنعت في كل جملة اسمية اذا الجملة الأولى البرمير الفراز دفخ ومير فواكه ناضيجة اذا فواكه ليه طيبا مزين اذا هنا فينا فينا ناضيجة فينا مير اذا نستروع للمير ليه ناضيجة فواكه كيفش دير فهي ناضيجة اذا نستروع للمير ليه الاجيكتف كاليفيكاتف ثم الجملة التانية لدوزم فراز اللونغ برمناد اذا هنا نوزها طويلة او جولة طويلة اذا هنا ف فينا هو ناضيجة فينا هو الاجيكتف هو لونغ اذا لونغ طويلة فتسوصف لنا كيفش هاد نوزها كيفش دير هاد نوزها برمناد فهي طويلة طويلة اذا نستروع للم ليه طويلة ليه الاجيكتف ثم الجملة التالية التوازين فراز هذه النبتة عظيمة اذا هنا ف فينا هو الاجيكتف فينا فهو عظيمة اذا كيفش دير هاد النبتة هاد الابلنت كيفش دير عظيمة اذا غد نستروع ما جستيوز اللي هي الاجيكتف كاليفيكاتف اشتركوا في القناة